اهلا بحضراتكم انا اخباري رائعة واكتر شيء اقوله دوما هو الحمد لله والان اقول انه انا الاوان ان اعترف انه المجري قدم لقناة الاهل نوعا مختلفا انه لم يترك شيئا يتعلق بالاهل الا وتناوله بتفاصيله سواء كان الاهل بشكل مباشر او بشكل غير مباشر فانا كنت سعيد وانا قاعد بتفرج على الخال فهم عمر ومصطفى عبدو بيتناقش معاه وبنسمع منه قصص وروايات وحكايات الخال فهم عمر زمال كاوي لكنه تحدث بمنتهى العقلانية والعدالة عن الاهلي وقيمة الاهلي وهكذا فانا سعيد جدا بالمجري وان شاء الله الفترة القادمة طبعا انت عرفتنا انا كنت قاعد في حالة اندهاش وانا بشوف حازم خالد اه طبعا في احدى الحلقات احنا بنحاول يا سيد حابب بنحاول ندي لكل واحد حقه وحقه علينا حقه على فين هو النادي الاهلي خيره علينا كلنا محنش يدرك الكلام ده كله انما طالما جات فرصة ونقدر ندي لكل واحد لبس التشيرت الحمرة او شجع القلعة الحمراء او منتامل النادي الاهلي فلازم ندي له حقه لو حاجة بسيطة انت لا تعطي للضيف نعم انت تعطي لجماهير الاهلي حقها نعم في ان تعرف ما لا تعرف اكيد فبالتأكيد في اجيال ما شافتش الكابتن حسن حمدي وهو في الملعب لكن شافته قامة وقيمة كبيرة في تاريخ النادي الاهلي كل الاهلوية الموجودين الان بس انا مش فيهم ما شافوش كابتن صالح سليم وهو بلعب كرة لكن صالح سليم بالنسبة لهم هو مرادف موضوعي للقامة والقيمة العالية جدا طبعا اللي وضعت اسس اللي هي انا بقول عليها الدستور غير المكتوب للنادي الاهلي يقول لو كان صالح سليم موجود كان حيقول ايه ما هو ده اللي احنا لسه هنتكلم في بابا وقول ايه كانت علاقتك بالكابتن صادح لكن تعالي ابدأ معك كده بداية انت خريج ايه انا خريج كلية اعلام جامعة القاهرة وحبي للإعلام يعود الى طفلتي لانو الوالد عليه رحمة الله كان قيمة كبيرة جدا واحد من فقهاء مصر الكبار وكان بالنسبة له الجرائد الصبح دي مهمة انا قصى من المنصورة فكان بيبعتني عشان اجيب الجرائد فكدت بعمل مشوار اه حوالي تلت ساعة لكن كدت برجع للوالد بعد ساعتين وتلت ماشي على رجليك اه ماشي على رجليك المنصورة كانت لسه يعني كان عندنا حمطور وقتها الوقت بقت حاجة تانية ما شاء الله طبعا فكدت المشوار ياخد عشر دقائق راح وعشر دقائق جاي انا كنت برجع بعد ساعتين وتلت عشان بتقرأ الجرائد عشان انا لو رحت وسلمت سلمت الوالد الجرائد مش حلحة اقرأ لانا عايز اقرأه اه فكنت اقعد عن رصيف اقرأ الجرائد مخبتش الجرنان يتقطع منك ولا حاجة قبل ما تروح لا انا كنت باخد بالي انا كنت باخد بالي طيب بدأت تشجيعك لناد الاهلي من امتى الحقيقة كان التلفزيون لسه طالع ابيض وسود اه ابيض وسود وانا ضغطت على الوالد عايزين نجيب تلفزيون عايزين نجيب تلفزيون فجمنا تلفزيون فكان في نهاي كاس مصر بين الاهلي والترسنة اه نهاي كاس مصر بين الاهلي والترسنة اعتقد كان سنة 66 اه فاقولتنه انا يعني هطلع التلفزيون عشان ايه اجيب الجران يعني لانه مفيش يعني اللي عنده تلفزيون الجران كنتم تخش بالمشاريب ولا كنتم تخش بالمشاريب فالاهلي كسب الماتش ده بقول اسامة يوسف اسامة يوسف اه اه اسامة يوسف في الاخر واحد صفر فانا وجدتني وانا صغير كده اطير فوق ما كنتش تقيل كده اطير فوق وانزل من السعادة انه هذا الفريخ الاحمر حقق الفوض وانت كنت اهلاوي بالفطرة كده ولا الوالد كان اهلاوي ولا ازاي بقت منتامن النادي الاهلي من صورة الحقق الوالد كانت اهتماماته فلسفية ودينية وحاجات زي كده ما كانش فيه يعني كان هو ده الموضوع اللي هو دايما بيحكي فيه على طول لكن انا كنت بروح في منطقة في المنصورة اسمها ميت حضر يعرفها المنصورية كان فيها راجل مصور كان بيروح استاد المنصورة يصور طبعا المنصورة ساعتها كانت بتلعب فيه الدرجة التانية درجة تانية اه كانش فيه ممتاج فكان الاهلي بيجي ساعات يعمل ماتشات ودينية وفيه ماتش شهير جدا اه اه لعبه الاهلي وكان اه بيلعب في الملعب الكابتن رفعت الفناجيلي والجمهور بتاع المنصورة ملأ استاد المنصورة ماتش ودي ماتش ودي اه وبدأوا اه النداء جمهين منصورة يمحني دين العصفورة وبلد نهاية المنصورة وارتجت جنبات الاستاد وبعد عشر دقايق لقيتهم بقولوا اهلي فلقيت نفسي بقول اهلي والماتش ده انتهى لصالح النادي الاهلي بقول على فكرة في ديها التسعين بتزديدة من نص الملعب وكان حارس مرمون منصورة اسمه عيد مصطفى وكان حارس كويس قوي بس ما عرفش يعمل حاجة مع الكورة اللي من نص الملعب اللي شاطها الكابتن رفع تفنجيل الله يرحمه طب انت حبيت الاهلي ليه عن اي اندية تانية ما كان من الزمان اللي كان كويس وكان اسماعي كان كويس وكان الاتحاد السكندرية وكان فيه اندية بقول ترام اللي كان موجود كان فيه اندية كتيرة اخترت الاهلي بالذات ليه؟ لانه الاهلي وطن يعني كلمة الاهلي اهل دي الترجمة بتاعتها باللغة الانجليزية بفلسفية بفلسفة انه الاهلي ناشنل ناشنل يعني نيشن نيشن يعني امة فالاهلي امة الاهلي وطن فانت وانا وانا بشجع الاهلي يعني حبي للاهلي هو جزء من عشقي لمصر يا سلام لانه الاهلي بالنسبة لي هو دليل الوطن هو الرمز بتاع الوطن من وجهة نظري يعني انت شايف انت بتحب النادي الاهلي عن اي حاجة تانية؟ الحقيقة الاهلي هو المسؤول الاول عن حالة النفسية يا سلام عندما يفوز الاهلي ارى كل شيء جميلا وعندما يتعثر اكتمه المي في داخله يعني انت